ممكن أوظف السوشيال ميديا لقيم التضامن ده شيء جميل بقى ده اللي أنا عايزة أسترس برضو عليه حملات كتيرة جدا في جانب إيجابي من السوشيال ميديا ومواقع تواصل الاجتماعي ممكن التركيز عليها إزاي أساعد الناس وعمل حملات اجتماعية وغيره يعني إحنا التعامل يعني مبادرات زي مبادرة كتف لكتفة اللي اتعملت وتم توزيع الكراتين بتات رمضان على حوالي عدد كبير من المصريين المحتاجين في الوقت ده إحنا عايزين ندعم ده في كل أسرة مش هيقلل كتير يعني في كل موسم إحنا المصريين بيشتهروا بإيه بالمواسم والأعياد سواء الأعياد بتاعة المسلمين أو أعياد أخواتنا المسيحيين كلنا مع بعض كلنا إيد واحدة كلنا بنشارك مع بعض ما فيهاش حاجة أني في كل موسم مثلا أعود ولادي إن أنا يبقى لي تصرف معين أو حاجة معينة بساعد بيها الغير المساعدة دي ممكن تكون عينية بتقديم بعض الأشياء اللي أنا مش في حاجة ليهم بص أنا بقول على نموذج بسيط لرب الأسرة والأم في البيت وأوري أولادي أنا بعمل ده وأفهمهم وديهم الحافز يعني نموذج والقدمة والحافز إنه لو عمل كده في حافز ربنا هيبقى راضي عنك وإنت من جوه هتبقى مرتاح علشان ما تبقاش أنت حاسس أن أنت عندك حاجات وفي غيرك شايفك الحاجات دي عندك ومش عنده فإحنا ده بكده أنا بغرس ده في العقل الباطن بتاع الطفل وخليني أقول حاجة لطيفة جدا يعني أنا دايما بستخدمها في تنمية القيم عند الأطفال شريحة الأطفال اللي هم الصغار اللي هم يعني أقل من ست سنين ياريت لما أحكي حدوتة لإبني قبل النوم أقول له قيمة دي يعني حتى لو أنا هعملها في شكل قصة عن حيوان بيساعد حيوان تاني أو لع حيوان في مأزق مثلا فهم قصدي أنا كده بغرس قيمة على فكرة في الطفل بتفضل معاه لغاية ما يكبر إحنا الحواديث اللي كانوا أهلينا بيحكوا هلنا وإحنا صغيرين بتفضل ترن في ودننا مع كل موقف يعمل ريفرش لهذه الذكرى مثلا إن شخص محتاج مساعدة الكلام ده كله لازم أغرسه والأم يعني معلش كتير من الأمهات دلوقتي عاملات وبيغيب عن وعيهم الحاجات الصغيرة قوي دي تعمل قيمة عند الطفل وتبتدي تنمي عنده قيمة كبيرة جدا زي قيمة العطاء والمجتمع إيه غير إنه هو يعني لو بنتكلم إن كل أسرة عبارة عن طوبة في المجتمع إحنا لو كل أسرة على المستوى الصغير مستوى الأسرة الصغيرة اللي هي وحدة بناء المجتمع عملنا ده المجتمع هينهض جدا على فكرة بشكل كبير مش هيبقى فيه القيم إن فيه ناس محرومة وناس عندها